موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من التلفز الوطنية التونسية والبداية فيها بالعنوية نسبة استهلاك التونسي خلال شهر رمضان ترتفع إلى نحو 20% مقارنة ببقية أشهر السنة مع زيادة سلوك التبذير لدي سيما في كمية الخبز وفق أرقام المععد الوطني للإحصار الهيئة والعليا المستقلة للانتخابات تتلقى 260 ترشحاً لعضوية المجلس الوطني للجهات والقليم وفتح باب الطعون سيكون على مدى يومين بداية من اليوم الاثنين الكيان الصيوني يواصل محاصرة مجمع شفاة طبي ويقع المزيد من الشهداء والجرحى ومجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن وقف العدوان على غزة منتصف الليل المتونسا لنا بكم تجتمع العائلات التونسية في الشهر الكريم للإفطار على مائدة واحدة وفي هذه العادات دأبت الأسر وتونسية في ما يساهم في طاية أصناف عدة من الماكلات دون حاجة للكميات المحضرة للفطور في أحيان كثيرة وهو الأمر الذي أكدته دراسات المععد الوطني للاستهلاك حيث أن نسبة مهمة من الأطعمة يتم إعدادها ويكون مصيرها القمامة ترتفع نسبة الاستهلاك في تونس خلال شهر رمضان لتتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية أشهر السنة وفق أرقام المعهد الوطني للأحصاء التي تشير أيضا إلى زيادة سلوك تبذير الطعام لدى المواطن التونسي في رمضان حيث يستحوذ الخبز على أعلى نسبة من التبذير ويليه البيض في الدار يقولوا لي مدام بزيت أنا مذابية كل شيء بزيت كان الخبز بزيت كان التاتيب بزيت كل شيء بزيت إيسوا خطوا الخبز ونقوم السباحة ونقلتوا نسخنهم متعدر شنو أنجيل المرشي ونعود نشير الخبز بالحق تبذير بصيفة غريبة ناكلوا بعينينا ومذابين كل شيء نشريوه وعنا الرغبة معناها النفس تشتي شهوي برشا في رمضان يستهلك التونسي مش كما في سلياء يأكل بعينيه تأو أنت في العائلة أربعة من أربعة من الناس زوز باقات يزيك في رمضان روزوز باقات يزيك خطر ما تكونش برشا خبز هم يشريوا عشرة باقات ولوحوه الخبز هوا كيلوحوه فيه في الشارع حراموا اللي حليه التونسي في الأيام ماد الكل يأكل بعينيه بالأخص في رمضان وإنا واحدة فيه بالحقيقة والتبذير خائب معناتها رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قال أن تبذير الأكل بات عادة تونسية خصوصا في رمضان مفسرا ذلك بسلوك المواطني في الأسواق وهو سلوك قائم على اللحفة مستهلك مضى به ديما يبعد على اللحفة وبالتالي بش خطر اللحفة تزيد في ندرة المنتوج في الأسواق اللحفة راهي كي ينتي ندرة المنتوج يمشي آلياً للمضاربة يمشي آلياً لارتفاع الأسعار وهذا يزمنا نحن كمستهلك فاعل يكون هو في الصف الأول اللي يحاول كيفاش يبعد على اللحفة ويعطي فيقها في النسيج الاقتصادي والتجاري التونسي بمعنى كونه يعرف المنتوجات الموجودة ما يلقاش اللي يلقها غدوة وبالتالي يحاول بش يعمل توازنات بش اللحفة ذيكا ما تترجمش في غلال الأسعار وما تترجمش في مضاربة تبذير الأكل ظاهرة ترفع مستويات الانفاق العشوائي بشكل كبير وتقتضي من المواطن الموازنة بين حجم ميزانيته وحاجيته الحقيقية بين رياضة والصيد وتنزه وأنشطة أخرى يقضي عديد التونسين ساعات انتظار موعد الإفطار في ممارستها في هذا الرابورتاج فكرة عن أبرز هذه الأنشطة مع ويسام جويسم في ممارسة بعض الأنشطة كالصيد مثلا يختار عدد من التونسيين قضاء الساعات الأخيرة قبل آذان المغرب موعد الإفطار في شهر رمضان فيما يهوى آخرون ممارسة أنشطة رياضية أنا مغرب المسجد نهزك أنا باش نتعدى البحر وفهمت نضيع الوقت فهمت نسواع ولسواعتين ومبعد نروع أدايا غرامية الساعات كي بدأ عندي وقت نفضل معناها نكمل العمل ماخش كي نحرق شوية السبار ونعدي شوية الوقت وبعد نرجع للكوجينا كلا عادة آخر الدرجين من الأربع ساعة الأخرين اللي يقبل شقعا من الفتر وقد لا يميل البعض إلى مثل هذه الأنشطة فترهم يقضون الوقت في التنزو أو التسوق لاقتناء ما تشتهيه أنفسهم من مواد غذائية يبدأ عندي مثلا شقعا فتر حاضر والكل نرقد شوية الحق بعد الخدمة نبدأ تيعب نستغل الوقت ذاك نرتاح فيه خاطر ما كتعرف في الليل الصهريات والكل نستغل سوية عادوكم بشوية عادوكم بشوية عادوكم معنى تسوية عن نوم والكل ساعاتنا هبت نقضي القضيات اللي نقصين شوية حاجة معنتها حاجة حلوة شوية غلة كما تعرف الجا ورمضان في العطلة أكثر الوقات نعدوها مع صغار مع العائلة كما ليل تعيد النص كما ليلة مع الفاميليا هذا هو والبالفيدير والبلايس هذه اللي سباس فيهر بيبليك ساعات نعملو المارش اللي هي السبور الاكسيسيب العنم عندك تليفون تكونيكت تكونيكسان تتفرج ولا تخرج الحومة تعمل دور كل واحد وكيفيش وباش مغرون كيان هز حفيذي معاية او زيتوا بالفيدير فهمتني ولا ولا ساعات تلقضيشي للدار هذا هو اللي بعنش وقت كبير برش بالخدمة كهو كتير لأيام الوقت تضيق شوي المدام سحقش حاجة تفهم فيها نقضيلا ولا قيلشي شوي وكهو الوقت ذاك قبل شقال الفتر نقرأ القرآن وبعد تالي ينقص وندخل لحظر الكوجين الوين يذن المغرب قبل شقال الفتر ما أنا نحاول مردي نطيب معا عادي كذي كانوا عندي كيف باش نطيب حاجة طيبة شي حاجة طيبة وحدي ومشد الصغار عادي وبين هذه الأنشطة والعادات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة ما تقدمه القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية من برامج ومسلسلات سشهد تسعة فلسطينيين غالبياتهم من الأطفال والنساء وصيب آخرون مسال حد في قصف الاحتلال الصيوني على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة كما سشهد في وقت سابق ستة فلسطينيين وصيب آخرون في قصف المحتل على مدينتي رفح وغزة اتذلك فيما يعقد مجلس الأمن الدولية اليوم اجتماعا لتصويته على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في قطاع غزة فدوشتورو مثقلا بجراحي تحامل على نفسه ليخرج من بين رقام بعض النجلحة مستشفى الشفاء شمال غزة الذي يحاصره المحتل هو فلسطيني من بين كثر وديعون مستشفى للعلاج فصار والطاقم الطبي ونازحين اليه هناك موضوع انتهاكات وعنفل من قبل المحتل روايات تتالى عن شهود عيان عن تعامل هذا المحتل هناك قتل خمسة اطباء وممرضين وعن تنفيذ قواته لعمليات اختصاب النجون اجبروا على نسوح عرات في ذلك تضييق تام فكل المناطق السكنية المجاورة للمستشفى تتعرض للقصف والمدهمات ولحملات التفتيش شفنا الموت ست ديام محاصرين لكوات كارتر الدبابة كامل لانها تطلع لمدينة الشفاء والناس النازحين بالشفاء فيش فيش اسلام بالبلغ الناس كلها تحت الرقام تحت الدبابات فعصومة قتلون تجد حركة المقاومة الفلسطينية حماس قالت ان توسيع المحتل لحربه الفاشية ضد القطاع الصحي والمستشويات في قطاع غزة يؤكد اسراره على المضي في حرب الإبادات ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجير عن أرضه ودعات المنظومة الدولية كي تنتفض لردع هذا الكيان المارق وتوقف جرائمه المستمرة وتفعل ضده كافة أدوات المحاسبة والعقاب اذ واصل المحتل اطلاق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل بخان يونس وافد الهلال الأحمر الفلسطيني أنها محاولات لإجبار التواقم الطبية والجرحة والنازحين على الخروج منه تقترن بأعمال تجريف واسعة في محيطه كما اقتحم مستشفى الناصر بمدينة غزة وسط قصف عنيف وأطلاق نار مكثف وهذا استهداف يقدم بالتوازي مع عمليات القصف المستمرة على أنحاء متفرقة من القطاع في المبنى ساعة ونصف قريبا في الليل صحينا على الفاجعة هذا هو أخوي بيت أخوه فاتفجأ أنا في اللي صار في عنا طلعنا ست شهداء بأجو طلعنا ست شهداء وفي تمضل أربع من قدير طفلتين ومرط أخوي وبنتها عمليات القصف المتكررة تسببت في تآخر وصول المساعدات للفلسطينيين في شمال القطاع خاصة في ضوء شبح المجاع الذي يهديدهم وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش المحتلع على إزالة ما يتبقى من عقبات أمام دخول مواد الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة وشيران إلى ضرورة زيادة المعابر ونقاط وصول المساعدات وأبضح خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعي بوزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أن الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل المضاءة الثقيلة مؤكداً أن دخول المساعدات يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحذر من تدعيات الحرب في غزة على مستوى العالم وقال أن هناك كارثة إنسانية في القطاع وإن الاعتداء اليومي يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي الثنين جلسة للتصويت على مشعور قرار جديد عدت الولايات المتحدة الأمريكية يطالب بوقف إطلاق النار بين المحتل وحركة حماس بعد تأجيل متعمد لموعد التصويت في محاولة لتجنب ما سمي فشلاً في حال استخدمت روسيا والسين حقهما في النقض سشد مواطن لبناني في تجدد القصف الصيوني مساء لحد على عدة بلدات في جنوب لبنان وكان ثلاثة أشخاص نصيب بجروح جرى غارات نفذ الكيان الصيوني استهدفت لحد منطقة بعلبك معقل حزب الله شرقية لبنان وأعلنت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف مركزا لحزب الله كان مهجورا منذ فترة ما أدى إلى إصابة ثلاثة من سكان المباني المجاورة من جهته أعلن حزب الله في وقت لاحق أن مسلحيه شن هجوما على قاعدة صاروخية ومدفعية للاحتلال ردا على هجوم بعلبك رفعت الحكومة الفرنسية الأحد تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى مستوياته بعد أطلاق النار في موسكو وضافت في أعقاب باجتماع للرئيس مانويل مكرون مع كبار مسؤولية الأمن والدفاع أن القرار الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية اتخذ في ضوء إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم موسكو والتاددات التي تلقي بذلالها على فرنسا هذا وذكرت وكرة الأولمباء الروسية أن محكمة في موسكو وجهت لحد اتهامات لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة بقاعات حفلات موسيقية وأدى إلى مقتل 137 شخصا على الأقل مضيفة للمشتبه بهما قد يواجهان السجن مدى الحياة سمي القرفي نكست روسيا اليوم الأعلام في يوم حداد بعد مقتل العشرات بنيران أسلحات آلية في حفل لموسيقى الروك على مشارف العاصمة موسكو في الهجوم الأكثر إزهاقا للأرواح في روسيا منذ عقدين يوم حداد وطني أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن توعد بتعاقب ومعاقبة كل من يقف وراء الهجوم الذي خلف 137 قتيلا من بينهم ثلاثة أطفال وأصفر أيضا عن إصابة أكثر من 150 جريح وفي أول تعليق علني للرئيس الروسي عن الهجوم خلال خطاب توجه به إلى شعبه تقدم بأحرى التعازي الصادقة لكل من فقد أحبائهم مؤكدا أن البلد والشعب يعتصره الألم وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم لكن الرئيس الروسي لم يشر علنا إلى الجماعات المتشددة عند التحدث عن المهاجمين بل قال إنهم حاولوا الفرار إلى أوكرانيا مؤكدا أن البعض في الجانب الأوكراني كان يستعد لتهديبهم عبر الحدود كما أعلن رئيس الروسي 11 شخصا اعتقل وأن المسلحين كانت لهم اتصالات في أوكرانيا وتم القبض عليهم بالقرب من الحدود ومن المراجح أن يمثل المشتبه بهم أمام محكمة في وقت لاحق من اليوم من جهته قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية أبلغت روسيا بمعلومات في مطلع هذا الشهر عن هجوم منزمع في موسكو فيما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أنه لا يوجد أي تواروت أوكراني على الإطلاق الأمر الذي أثر غذب مسؤولون روس وقالوا إنه يتعين ترك الأمر للمحققين الروس ليتوصلوا إلى نتائج بأنفسهم نهاية النشر مشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز مجاة فيها في هذه العنوين نسبة سلاك التونسي خلال شهر رمضان ترتفع إلى نحو 20% مقارنة ببقية أشهر سنة مع زيادة سلوك التبذير لديه سيامة في كميات الخبز أفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء الهيئة والعليا المستقلة للانتخابات تتلقى ترشح لعضوية المجلس الوطني للجهاد والقليم وفتح باب الطعون سيكون على مدى يومين بداية من اليوم الكيان الصوني يواصل محاصرة مجمع شفاء طبي ويوقع المزيد من الشوداء والجرحى ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف العدوان على غزة أشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر